اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تسقط على شكل غبر ايضا في الارضية فهو يعني حائطة مصاب وهي ايضا في بعض الاملاح التي تسببها الرطوبة اقوم بتقشيره تقشير الاماكن التي يعني مازالت متماسكة بالكامل يعني اقوم بتقشيره بعدما قمت بإزالة السباغة المتضررة أحتاج إلى هذه الآلة خاصة بتقطيع الرخام أو الزلج وهي كما ترون فيها هذه الأسطوانة خاصة بتقطيع الإسمانت أو تقطيع الحجارة كما ترون على هذا الشكل ثم أبدأ بالتشريط بهذه الطريقة التي ترون سأقوم بتشريطه كاملا ثم نكمل بقية السباغة أصلت إلى مرحلة أخرى وهي تنظيف المكان الذي قمت بتشريطه فكما ترون أخذ نوع من أنواع التنظيف يعني مسحوقات التنظيف أو سائل التنظيف يكونوا قويا جدا وأقوم بصبي في ماء نصف كوب من الماء أو عفوا نصف سدلو من الماء ثم أقوم بغسل المكان الذي قمت بتشريطه أولا حتى أزيل الغبر وأيضا أقوم بتنظيف الأملاح التي تسبب إزالة السباغة فالطريقة كما ترون بهذا الشكل أقوم بغسله جيدا أقوم بالحق حتى أتخلص من الأملاح التي تكون تلك الأملاح أصلا تكون موجودة في رمال واحد لأن كما تعلمون في مواد البناء استعملون رمال فيكون فيها الأملاح هي التي عندما يمسها الماء من الخارج فهي تدخل إلى الداخل وتسبب إزالة السباغة فكما ترون نقوم بحقها أو بغسلها جيدا بالسائل تنظيف ويكون قويا كما قلت لكم فهي عملية بالنسبة للتخلص من الرطبة فهي عملية صعبة والكثير يعاني منها أنا نفسي صراحة عانيت منها كثيرا عانيت منها حتى اجتربت هذه الطريقة ونجحت الحمد لله بالنسبة كبيرة جدا كما رأيتم أتركت الحفار يعني تظهر ثم أقوم بغسله بالماء النظيف حتى أزل مواد التنظيف التي قمت بغسله في الأول بهذه الطريقة يعني أخذ ماء نظيف ثم أقوم بغسله جيدا حتى أتخلص من مواد التنظيف التي قمت بوضعها في الأول بهذا الشكل والآن سأمر بكم إلى مرحلة أخرى سأتركها لتجف لمدة ساعة أو على حسب وصلت الآن إلى مرحلة مهمة جدا كما ترون في الصورة فهذه المادة الآن لن تجد زليج يعني عجون أو عجين خاص بزليج أو الرخام يمكنه تغطية زليج أو الرخام فمثلا إذا كان عندكم رخام مثلا ونتريدون إلغاء من غير إزالته فهذه المادة يمكنكم تعلاؤها فوق الرخام وهي يعني تمسك به جيدا وهي قوية جدا فهي التي سنقوم باستعمالها فهي يعني جاهزة لاستعمال كما ترون هنا أدوات لاستعمال أيضا تظهر في نشرة هذا النوع من العجين وهي موجودة عند عدة شركات مغربية وأيضا على ما أعتقد أنها موجودة في كل الدول وسأتحدث عن هذا بعد أن أشرح لكم هذه المادة فطريقة الاستعمال نأخذ موسلندوي أو سكين العجين فبهذه الطريقة التي سنقوم بأخذ القليل ثم نقوم بوضع بهذه الطريقة نحاول ملء تلك الحفر حتى يمسك بها جيدا أو يتماسك معها جيدا نقوم بإدخالها وسقلها جيدا لكي تدخلها في الحفر بهذه الطريقة التي ترون أي طريقة سهلة أيضا يمكن لأي شخص يمكن عملها فبهذه الطريقة أقوم بالسقل فهو مثلا على ما أعتقد أنه فيه تراب أو نوع من الحجارة فهو ليس لينا لكنه قوي جدا فبهذه الطريقة أقوم بالتمليس كما ترون أحاول إدخال هذا العجين في تلك الحفر التي قمت بفتحها بتلك الألة كما ترون أما بالنسبة للإخوان خارج المغرب ليست عندهم هذا المنتوج أو هذه المادة التي تقوم بإلغاء السيراميك أو الرخم نهائيا وتغطيته فيمكنهم استعمال الصنطوفين ما هو الصنطوفين فالصنطوفين يستعمل في تلأس سيارات يعني ليس تلأس سيارات وإنما هو عجين للسيارات عندما تكون سيارة مصابة بحادث سير أو كده يعني يقومون باستعماله هو الأول قبل أن يقوم بتلأس فهو مادة قوية جدا نوع من العجين يستعمل للسيارات نبه هذه الطريقة نأخذ قليلا كأعلى هذا الشكل نقوم بتحركه سأعطيكم مثال بهذه المادة مثلا نحسب أنه هذا هو الصنطوفين نأخذ قليلا من هذا المعجون ثم نضيفه إليه ونقوم بتخلطه جيدا بهذه السكاكين ثم أقوم أيضا بالتلأي بهذه الطريقة مثل الطريقة التي قمت بها مع هذا المعجين في الأول كما ترون في الصنطوفين أيضا يمكننا استعماله فهو قوي جدا بالنسبة للمساحات الصغيرة يمكننا استعمال الصنطوفين فهو أفضل وقوي جدا هناك مسألة مهمة أريد أن أشترى إليها فهذه الطريقة التي استعملت أنا في الفيديو من الأول إلى الآخر تستعمل للأماكن المصابة بكترة في الرطبة يعني الأماكن التي تعاني من الرطبة الكثيرة فإذا كانت عندكم رطبة بقلة أو في بعض الأماكن القليلة جدا يمكنكم استعمال بعض المواد وهي عند عدة شركات مغربية أو يعني في الدول الأخرى لكن لا أعرف اسماء في الدول الباقية فالذي على ذكر اسماء يعني هي معروفة مواد مختصة في محاربة الرطبة يمكنكم استعمالها فهي أيضا تحمل حائط بنسبة 70% هي مضمونة بمئة بالمئة لكن حوالي 70% على حسب تجرباتي وأيضا من المهم طلاء الحائط من الخارج أي البيت من الخارج بمادة تسمى الدلتا يعني هي مادة بلاستيكية فهي موجودة أيضا عند عدة دول موجودة هي لونها أحمر أو فيها عدة ألوان لكن المعروف فيها أنها لها لون أحمر تستعمل لجعل الحائط تحمل عوابن الجو مثل الشتاء والماء بكثرة فهي قوية أيضا وتمنع تصرب الماء للداخل فهي مهمة لاستعمالها قبل محاربة الرطبة من الداخل فحاولوا أن تحاربوا تصرب الماء من الخارج فهذا هو الأمر المهم حتى نقوم بحماية البيت من الداخل من الرطبة بالنسبة لمسألة أخرى فهذا العجين الذي استعملته فهو خشن قليلا فمن الأفضل استعمال فوق عجين لندوي بطريقة عادية يعني كأنك تستعمله فوق حائط اسمنت فبالنسبة للإخوان الذين لا يعرفون طريقة وضع العجين لندوي فيمكنهم زيارة موقع فكرة color.com فهذا هو الموقع ففيه العديد من الفوائد يمكنكم زيارة الموقع ويمكن كما ترون هذه واجهة الموقع فالطريقة لإيجاد الدرس لكيفية عمل عجين لندوي تذهبون إلى هنا تعليم الصباغة تضغطون على هذا الزر فمباشرة تجدون العديد من الدرس في تعليم الصباغة تنزلون إلى الأسفل ثم هذا هو الدرس فإذا لم تجدوا يعني يمكنكم الضغط على الدرس على الرقم 2 حتى تصلون إليه وأيضا بالنسبة للإخوان الذين يستعملون الهاتف النقل يمكنهم الوصل إلى الدرس من خلال هاتف النقل فأيضا يمكنهم زيارة الموقع فكرة Color.com ففي هذه القائمة يعني تجدون هنا هذا الزر تعليم الصباغة تضغطون عليه بعد ذلك يعني تنزلون إلى الأسفل حتى تصلون إلى فيديو يعني تعليم طريقة عمل عجين لندوي فهذا هو الفيديو فإذا لم تجدوه في هذه الصفحة يمكنكم الضغط في الصفحة 2 وأيضا يمكنكم الاشتراك في القناة من خلال موقع فكرة Color وأيضا يمكنكم تحميل تطبيق فكرة Color يعني على هاتفكم النقل وهذا هو كل شيء فلا تنسوا الضغط على زر لايك ثم مشاركة ثم اشتراك في القناة حتى تتوصلوا بالجديد والسلام عليكم في درس آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر